بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي أشكركم على اختياركم للغة الفرنسية كلغة تانية للدراسة كذلك أحيي كل من يريد أن يتعلم اللغة الفرنسية من البداية اليوم هو بداية شرحنا لمنهج الصف الأول الثانوي بومياغ عني سجندير منهج كلاب أدو بلوس أن شرح الدروس سوف تجدوها على قناتنا على اليوتيوب قناة ميسيو جمال عسكر وسوف يتم نشر الدروس كاملة على موقعنا www.jamalaskar.com مع الأسئلة التفاعلية إن شاء الله هنبدأ مع بعض الوحدة الأولى لكلاب دو ماتلاس نادي فاصلي أعزائي ماذا نتعلم في هذه الوحدة التحدث عن السمات الشخصية أو وصف الأشخاص بإيجاز واختصار أعزائي علشان أقدم نفسي باللغة الفرنسية تعالوا نتعرف على بداية الجملة في اللغة الفرنسية الجملة في اللغة الفرنسية بتبدأ بالفاعل والفاعل عندنا هو اسم أو ضمير هنبدأ نتعرف على الضمائر التي توضع في بداية الجملة كفاعل الضمير جو بمعنى أنا الضمير تي بمعنى أنت أو أنتي الضمير إيل بمعنى هو الضمير أل بمعنى هي إذن ضمائر الفاعل عندنا في اللغة الفرنسية جو أنا تي أنت إيل هو الآل هي دي ضمائر الفاعل المفرد هستخدم ذرب سبريزونتي علشان أقدم نفسي هقول أنا أقدم نفسي هستخدم هذا الفرب ولكن يجب أن أصرفه أولا فأنا هحزف آخر حرفين ثم أضيف الحرف أ مع الضمير جو أما الحرفين س فأنا هصرفهم وأغيرهم إلى م فيصبح الفرب كالتالي جو مبريزونت أنا أقدم نفسي إذن ماذا حدث من تغيير هذا الفرب في صيغة المصدر حزفنا أغر ووضعنا أ مع الضمير جو غيرنا الس أصبحت م مع الضمير جو إذن جو مبريزونت معناها أنا أقدم نفسي لو هنصرف هذا الفرب مع الضمير سأقول هل سأقول هل سأقول أنت تقدم نفسك ماذا حدث؟ غيرنا الس أصبحت ت مع الضمير هل سأقول أنت ووضعنا في آخر الفرب الحرفين أس علشان أصرف نفسي الفرب سأقول أنت مع الضمير إل والضمير أل هسيب الس كما هي مش هتتغير والفرب هيصبح بهذا الشكل هضيف في آخر الحرف أ إل سبريزونت هو يقدم نفسه إل سبريزونت هي تقدم نفسها إذن بداية تقديم النفس هقول جو مبريزونت أنا أقدم نفسي لو عاوز أقدم اسمي هستخدم فرب اسمه سابلي سابلي فرب مجموعة أولى بمعنى يسمى أو يدعى وهو مثل الفعل السابق في تصريفه بقول جو مابل أنا اسمي ولكن هناك تغيير حدث من المصدر للتصريف حزفنا آخر حرفين وأضفنا الحرف أ هناك تغيير آخر هنا حرف L1 فقط لكن هنا تزل حرفي L الاس أبوستروف تحولت كما ذكرنا مع الفعل السابق إلى M أبوستروف جو مابل أنا أدعى تتابل أنت تدعى إل سابل هو يدعى أل سابل هي تدعى أو هي تسمى إذن لكي أعلن عن اسمي بستخدم فرب سابلي وبصرفه كما رأينا جو مابل تتابل إل سابل أل سابل أعزائي عشان أقدم نفسي بميولي الميول يعني الحاجات اللي أنا بحبها أو ما بحبهاش بالنسبة للمواد الدراسية والألوان هستخدم الضمير جو بمعنى أنا وهذا الفرب إيمي بمعنى يحب هصرف فرب إيمي مع الضمير جو هقول جام أنا أحب جام لاحظ تصريف الفرب كما سبق أن ذكرنا وهنا حزفنا حرف الأ من الضمير جو لوجود حرف متحرك في بداية الفرب جام أنا أحب لكي أعبر عن عدم حبي لشيء هستخدم هذا الفرب ولكن في صيغة النفي هقول جو نيم با جو نيم با أنا لا أحب لاحظ أننا استخدمنا أداتي النفي إن أبوستروف و با لكي نعبر عن النفي في اللغة الفرنسية جو نيم با ولكن لاحظ أن الإن أبوستروف الأبوستروف هنا حلت محل حرف أ إذن الأداة الأولى في النفي إن أ أو إن أبوستروف أعزائي الإسم عندنا في اللغة الفرنسية ممكن يكون مفرد مذكر يوضع أمامه أداة المعرفة ل أو مفرد مؤنس يوضع أمامه أداة المعرفة المفرد المؤنس لا أو يبدأ بحرف متحرك فنضع أمامه أداة المعرفة الأبوستروف أو يكون جمع فنضع أمامه أداة المعرفة الجمع لي إذن الإسم في اللغة الفرنسية نحدد نوعه وعدده بوجود الأداة أمامه هذه الأدوات نسميها في اللغة الفرنسية أدوات المعرفة ومعناها باللغة العربية ألف لام أو أل جم لموسيك أحب الموسيقى جم لموسيك جم لماتماتيك أو لمات وهي مادة الرياضيات لها اختصار لمات أما الكلمة كاملة هي لماتماتيك وهي كلمة جمع مؤنس جم لفاغ أحب اللون الأخضر جم لغوج أحب اللون الأحمر أعزائي ممكن أستخدم فرب aimer في الإثبات أو في النفي أقول je n'aime pas أنا لا أحب أو أستخدم هذا الفرب هذا الفرب بمعنى يكره جم لغوج أحب اللون الأحمر كذلك ممكن أقول جم لغوج أحب اللون الأحمر وممكن أقول مَا كُلَرْ لوني بريفيري لغوج أحب اللون الأخضر مَا كُلَرْ بريفيري بريفيري تاني مَا كُلَرْ بريفيري 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 لوني المفضل هو اللون الأخضر أعزائي ممكن أقدم نفسي بي لاج العمر أو السن كلمة آج معناها السن أو العمر لاج عشان أقدم سني أو عمري هستخدم فيرب أفواغ أفواغ بمعنى يملك يمتلك عنده تصريف فيرب أفواغ مع الضمير ج هيصبح هكذا ج ج بمعنى أنا أمتلك إذن ج هو تصريف فيرب أفواغ وهو من الأفعال الهامة التي سوف نستخدمها كثيرا في اللغة الفرنسية عزيز الطالب أعلم أن هذه الكلمات وهذه الأفعال جديدة عليك ولكن سوف تتعود عليها بالمذاكرة وبالحفظ إن شاء الله لكي أعبر عن عمري هقول ج أعزائي تعالوا ناخد مثال لشخص يقدم نفسه هذه الفتاة التي سوف نتحدث إليها اسمها Mathilde سوف نسألها بعض أسئلة وتجيب علينا باللغة الفرنسية مرحبا مرحبا سالو سالو ما هو اسمك و ما هو سنك ج مappelle Mathilde et ج is 11 ans ماذا تحبين ماذا تحبين ماذا تكرهين أو ماذا لا تحبين أعزائي عشان أدم نفسي زي ما ماتيلد قدمت نفسها تعالوا نستعرض مع بعض الجمل التالية Je me présente أنا أقدم نفسي Je m'appelle أنا اسمي Moi Je m'appelle أنا أنا اسمي لاحظ تكرار أنا مرتين والأولى Moi تستخدم للتأكيد ماتيلد قالت Je m'appelle ماتيلد أنا اسمي ماتيلد J'ai 15 ans عندي 15 عام J'aime le rouge أحب اللون الأحمر et les mat ومادة الرياضيات Je n'aime pas la musique لا أحب الموسيقى et le ver واللون الأخضر أو Je déteste أنا أكره la musique et le ver ma couleur تذكر دائما قبل الأشخاص بمعنى إنه أو إنها C'est un garçon إنه ولد Un garçon كلمة بمعنى ولد وهذه الكلمة سبقت بأداة النكرة Un التي توضع أمام الإسم المفرد المذكر سبقت C'est un garçon C'est un nouveau camarader إنه صديق أو زمر giddيد C'est un nouveau camarader C'est THEO C'est un garçon C'est un nouveau camarader C'est Mathilde. C'est une fille. C'est la voisine de Théo. C'est Nicolas. C'est un garçon. C'est un copain du basket. C'est Nicolas. C'est un garçon. C'est un copain du basket. C'est Camille. C'est une fille. C'est une amie du lycée. C'est une fille. C'est une amie du lycée. C'est une amie de Théo. C'est une amie de Théo. C'est une amie de Théo. Unité 1. 2. Écoute et lit le dialogue. Bonjour. Salut. Qui c'est ? C'est Théo, un voisin. Salut Théo. Moi je m'appelle Nicolas. Salut. Nicolas est un copain du basket. Et voici Camille, une amie du collège. Salut. Ça va ? Oui, très bien. Théo ! Théo ! C'est ma mère. Allez, ciao. A plus. Salut. Au revoir. Il est sympa. Ha-ha. تعالوا نتعرف على بعض المعلومات التي وردت في الحوار. لكي نسأل عن شخص لنتعرف عليه. هستخدم كلمة الاستفهام كي. هذه الكلمة معناها من. ويكون السؤال كالتالي. كياس من هذا؟ سي كي من هذا؟ كي سي من هذا؟ هذه الأسئلة رغم اختلاف ترتيب الكلمات بها. إلا أنها بينها عنصر مشترك. وهو كلمة الاستفهام كي التي نضعها في بداية الجملة أو في آخرها. كياس سي كي كي سي من هذا؟ لكي نقدم الأشخاص ردا على السؤال كياس من هذا؟ نستخدم التعبير أو الكلمة سي ومعناها إنه أو إنها كالتالي. سي نكولا إنه نكولا. سي تن وزن إنه غار. سي تن كوبان دو باسكت إنه صديق كورة السلة. سي تن أمي دو لسي إنها صديقة المدرسة السانوية. سي تن أمي ردد معي عزيز الطالب. سي نكولا. سي تن وزن. سي تن كوبان دو باسكت. سي تن أمي دو لسي. سي ما مير عزيز الطالب بور سالوية أبغاندر كونجي لكي أحيي شخص وأستأذن في الإنصراف توجد طريقتين للتعبير عن ذلك. الطريقة الأولى وهي لانج كورانت لانج كورانت هي اللغة الدارجة التي تستخدم في الشارع والأماكن العامة ولانج فاميلياغ لغة العامية التي يستخدمها الأصدقاء وأفراد الأسرة لانج كورانت لكي أحيي شخص أقول بانجور صباح الخير بان سوار مساء الخير ولأستأذن في الإنصراف او روووار بانجور بان سوار او روووار أما اللغة العامية بين الأصدقاء والأسرة فهقول سالو أهلا أبلس مع السلامة تشاو سالو أهلا أو مع السلامة أبلوس مع السلامة تشاو مع السلامة لكي أتحدث عن طباع أو السمات الشخصية لشخص ما أو لكي أصف شخص بشكل موجز هقول كيف كونت هذه الجملة؟ استخدمت ضمير الفاعل وتصريف هذا الفرب بمعنى يكون وهذه الصفة بمعنى ظريف أعزائي إلى هنا ينتهي لقاؤنا الأول في منهج اللغة الفرنسية للصف الأول السانوي أرجو أن تكونوا قد استفدتم وأطلب منكم الترديد والاستماع إلى اللغة الفرنسية كثيرا حتى تصبح سهلة على لساننا ألقاكم على خير في دروس قادمة إن شاء الله وأطلب منكم الدخول إلى موقعنا لمتابعة الشرح والأسئلة والامتحانات التفاعلية بالدرجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر